أهلا بحضراتكم من جديد واستكمال باقي فقرات برنامج الترين طبعاً نتكلم على كأس العام لكرة اليدة والحدث الأبرز زي ما ألتلكوا النهاردة والنهاردة مباراة الافتتاح بين منتخب مصر ومنتخب شيلي لو بنتكلم على المنتخب بالتأكيد عندنا مجموعة من اللاعبين المتميزين بنتكلم عن كريم هندوي عصام الطيار وعمر الوكيل أحمد مؤمن علي زيني يحيى الدرع عصن قدح أحمد يشام سيف الدرع إسلام حسن يحيى خالد أحمد الأحمر للنهاردة نتمنى له السلامة لأنه للأسف هيغيب عن أولى مباراة منتخب بمصر محصر رمضان محمد سند أكرم يسري محمد ممدوح هاشم إبراهيم المصري وسام نوار عبد الرحمن فيصل أحمد هشام سيسي المنتخب موجود في المجموعة السبعة مع منتخبات السويد ويتشيلو ومكدونيا ونتمنى لهم كل التوفيق بإذن الله والمنتخب الدنمرقي حامل اللقب كان وصل بالأمس إلى مطار القاهرة وكان بالتأكيد مع صحبة المنتخب الدنمرقي كأس العالم لكورة اليد أنه آخر منتخب فائز بهذه البطولة لكن حصل شيء طيب وإيجابي خلال الساعات القليلة الماضية وده بالتأكيد علي كله مردود إيجابي على لعب كورة اليد وعلى نجوم منتخب كورة اليد وهو فكرة كتابة لعب كورة القدم المميزين والمحترفين في أوروبا تويتا بخصوص مشاركة منتخب مصر وتنظيم مصر لكأس العالم لكورة اليد نبدأ مع بعض بأول حاجة من الصفحة الرسمية للكابتن محمد داصلاح كتب وقال فخور ببلدي حصولها على شرف تنظيم كأس العالم لكورة اليد أسق في تنظيم مشرف كعادتنا وأتمنى كل التوفيق لمنتخبنا الوطن طيب كمان أحد النجوم محمود حسن تريزيجي كتب على حسابه الرسمي على تويتر كل التوفيق للمنتخب الوطني لكورة اليد وإن شاء الله تفرحونا ربنا معكم يا أبطال كمان أحمد حجازي طبعا النجم الوصري والمحترف في اتحاد جدة السعودي صورة لكل اللاعب والجهاز الفني لمنتخب كورة اليد ومكتوب بالتوفيق لرجال منتخبنا الوطني لكورة اليد مونديال اليد مصر آخر تويتر معايا من خلال مشاركة أيمن أشرف طبعا نجم خط دفاع النادي الأهلي كتب وقال صباح الخير بالتوفيق لمنتخب مصر لكورة اليد في بطولة كأس العالم مصر عشرين واحد وعشرين طيب طبعا ده صورة إيجابية وحاجة مميزة جدا لأن لها ردود فعل إيجابية قدام العالم كله محمد صلاح طبعا ملايين المتابعين بيشوفوه من خلال تغريداته على تويتر وتريزيجيه وأحمد حجازي وكمان أيمن أشرف نجم النادي الأهلي رسالة إيجابية وبتوصل لكل اللاعبة لعاب منتخب مصر كورة اليد وبيبقى لها صدق إيجابي سواء على المستوى الإعلامي العالم كله طبعا بياخد هذه التغريدات وعلى المستوى النفسي بالنسبة للاعابين كورة اليد لما بيشوفوا أبرز لعاب كورة القدم وهم بيدعموا مصر في التنظيم واللاعابين في المشاركة في بطولة كورة اليد كل التوفيليهم عن تبعهم لحظة بلحظة وإن شاء الله بإذن الله هنبقى معهم لغاية بإذن الله أبعد مراحل وفي نفس الوقت كمان العالم كله هيتكلم عن تنظيم مصر لهذا الحدث الاستثنائي وفق إجراءات طبية لكن مصر قادرة على تنظيم عالمي وبشهادة العالم كله لما نوصل لكلمة الختام ولحظة الختام إن شاء الله ونتمنى يا رب بإذن الله يكون منتخب مصر على منصة التتويج في ختام كأس العالم لكورة اليد كل الشكر لكل القائمين على تنظيم هذا الحدث الاستثنائي في جمهورية مصر العربية ترجمة نانسي قنقر